خالد السؤال الأول بشكل واضح هل كنت تتوقع هذا الزهور الرائع للنادي الآلي في المباراة اليوم؟ كنت متوقع جداً الزهور الرائع مش بكلمك على الانتصار بص ما لناش علاقة بالنتيجة أيها أيها أنا بتكلم على فكرة التواجد القوي للنادي الآلي في المباراة كنت متوقع وطبعاً للنادي الآلي في المحافلة الدولية اللي زي دي بيلعب باسمه وبيلعب بتاريخه مع الوضع في الاعتبار عامل مهم جداً وهو الشحن الزائد عن اللزوم من جانب جمهير الاتحاد ما قبل المباراة وما بعد مباراة أوكلند شفنا السوشيال ميديا وشفنا منصات التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها جمهير الاتحاد وثقى بشكل غريب من الفوز واحد قال لك هتقولنا الأهل المصري إيه يعني الأهل المصري من لعب الأهل المصري واحد قال لك لأنا هناخده 3-4 بعدين نفكر في الفلومنانزي نعرف نعدي فلومنانزي ناخد مركز تاني هم مش حطين الأهل في حساباتهم على الإطلاق ما فشل أو ما يفشل يعني في أغلب الأوقات المدربين إن هم يعملوه وهو دفء الدوافع بالضبط هم عملوا سبعين في المية من المفروض المدير الفني يعملوه اللي هي التحفيز والدوافع والمدير الفني يقعد مثلا قبل المطش كده يدي لك محاضرة وبقية القاعدة كلها يقعد والدوافع والحوافز والدعم المعناوي والكلام ده هم عملوا الشق الأجر بس هبقى أمين معاك شوية يا خالد لو سمحت يعني طبعا دلوقتي أنا بحترم أي جمهور بيبقى وثق في فرقته يعني تمام ما والقالي برضو جمهور القالي يقول لك إيه ما إحنا اللي كسبنا الهلال أربعة الحقيقة تم نكسب الاتحاد زي صحيح يعني ما الجمهور طبيعي يعمل كده نافل مية نافل مية بس في شق تاني إن إحنا ما نقللش من الخصن صحية هي الفكرة مش في إن جمهور الاتحاد وثق من فرقته طب ما جمهور القالي وثق من فرقته جمهور الزمالك وثق من فرقته جمهور الهلال ما قبل المباراة كان وثق من فرقته ولكن الفكرة إن أنت تبقى وثق من فرقتك ولا تقلل من الخصن فكرة التقليل من إمكانيات النادي الأهلي وقدرته على عبور هذه المباراة هي اللي قدت لعب الأهلي الدوافع مش فكرة إنه هو وثق من الخصن بالمناسبة دي جزء كبير جدا من الموضوع إحنا قلنا الدوافع جزء كبير جدا من الموضوع هو مارسل كولر بيخش بتشكيله بيخش بنمط لعب قاري كويس جدا الاتحاد جده يعني أنا متهيق لي إنه شهاب كان حتى كاتب بوست بعد مطش الاتحاد وأوكلان أعتقد إنه هو وصل لمارسل كولر بشكله من الأشكال إنه هو طبق 70% من اللي شهاب كان كاتبه شبقة كده هيكلمنا عن الخطة يعني مارسل كولر جزء من التوقعات إنه هو جيد جدا فيه قراءة مثل هذير المباريات أوه بيتعثر في الدوري عشان المنافسين الأهلي في الدوري بيلعبوا بضغطه بيلعبوا بزون ديفنس أكتر والكلام ده كله بس الفرق الكبيرة زي التحاد جده زي فيوتشيرز في الأهلي ما بيلعبش بهذا النوع من التكتل الدفاعي وبالتالي في المباريات اللي زي دي مارسل كولر بيتفوق جدا فعمل تركة أو تركيتين قفل الأطراف ولعب بكوكا عشان سرعة نقل اللعب والمعدلات البدنية ومعدلات الجاري فعمل توليفة قوية مع الوضع في الاعتبار أن هم أصلا اللعيبة عندهم دوافع قوية جدا أنا صراحة كنت متوقع أنه الأهلي يظهر بقوة في المباراة ولن أخفيك سرا أنا كنت دي برضو عشان الناس ما تتوهش مني أنا كنت متفائل لإني كنت متشائم ليه؟ ليه بقى حلوة حلوة دي بقى فهمهاني بقى أنا كنت خايف جدا وحاسس أنه الاتحاد عنده الأفضلية والمطش صعب والكلام ده كل والشعور ده هو اللي كان وصل لجماهير الاتحاد أنه المطش سهل بالنسبة لهم وأنه وين حالة التفاؤل العامة عند الاتحاد والتشاؤم الخطيرة عند جمهور الأهلي وعند الإعلامين المصريين المتابعين للحدث يعني كان مديني نوع منها لطمأنينة أنه الأهلي دايما لما بيبقى الطرف الأضعف أو لما بيبقى الأندردوج مش الأضعف ولكن الطرف الغير متوقع أنه هو يكسب دايما بيتفوق ودايما بيلعب كويس في كل المرات اللي شفنا فيها دايما لما بتحط الرهان على الأهلي يعني قدام ريال مدريد مثلا الجمهور كان متفائل وقال لك هنعمل مطش حلو وهنكسر الدنيا خسر اللي قابله على طول قدام بيرن يونيخ مثلا كنت حاسس أن أنت هتعمل حاجة قدام بيرن لعبت مباراة من أسوأ المباراة دايما الأهلي بيبقى عكسا متوقع في حالة الثقة الزائدة عند الجمهور الاتحاداوي وعند التشاوم عند جمهور الأهلي مطمئن مديني شوية أو بسر حسن